السلام عليكم البنات نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتما كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله اليوم سنقدم لكم موصفة جديدة طريقة اختي الله يخليها نية ويخلي لكل واحد عائلته والتي أريد أن أشكرها بزاف من هذا الفيديو شكرا لكم على دعمكم وعلى تقيقتكم فيها وعندما نطول عليكم حبيباتي الوصفة اليوم هو غوتي دو داند فاقسة داند هاشي لا داند اللي معمر بالكفصة ديال لا داند ونخليكم على طريقة تحضر نقولوا بسم الله على بركات الله سنحتاجوا حبيباتي غوتي دو داند لديجا واجد كتبا حاكا لابغيتوا الطريقة تحضر دياله في المنزل قولي لي وان شاء الله هنحضروا معاكم وكيفاش كيتفاغسة وكيفاش كيتقاد بها الطريقة ده بغادي ندوزوا المغينات دياله غادي نحتاجوا معلقة كبيرة ديال قصبر معدنوس وربع ملقة صغيرة ديال الملح وربع معلقة صغيرة ديال البزار وسكنجبير والخرقوم وفاص ديال التوم واحد وشوية ديال زيت الزيتون وكان مغينيه بهذه الطريقة على حسب لوغو اصلا هو ديجا مغيني يعني كنزيدوا ليه المغينات ديال على الطريقة المغربية وغادي ننقدو ليه بابي كويسون واندخلو الفران على درجة حرارة 180 يعني إلا كان عندكم فران ديال القاز حطوهم ننزح سوغطيهم بابي كويسون ونقصو عليه على افيا مهيلة ويطبع لخاطره واسلا نضغي يضغي يكي طيب لحقاش هاد الغوثي ديال الاداند فما كيحتاج لنا مدة طويلة في الفران ضغي يكي طيب ماشي بحل الحم لكيحتاج شوية الوقت وده بحبي باتين مورما دار تختي لغوتي ديالها في الفران اي طيب ماتت我覺得 مالي ما نجد datos جيدا لغوتي بين سوف تضيفي هاد الغوثي في الفران ، مالي ما كنتين نطبع فيها في الفران استخدم الغوثي مروحة هاد هاد الغوثي بالشرطة جميع المحلات التجارية جميع الماركت وكي جي صحي وهناي غدي تدير واحد شوية دي الملحة لقد تسلق فيهم هاد لوبلي وكنخليهم عشر دقائق حتى يطيبهم زيان وغادي نرجع معكم لتتمى الطريقة تحضير بعد مرور عشاد دقائق ولوبلي دينا تسلق كناخدو مقيلة دينا كنوضع فيها زيت زيسون مخصصة للطبخ كناخدو نصف بصلة مقطعة مربعات وشوية من الفلفل الأحمر والأخضر الأسفر كونجليم كليكم تسسع منوطرين وطماطم مربعات بالقشرة ديالتها كنوضعوهم يتشحر شوية ترجمة نانسي قنقر ونحن نضيف الملح على حسب الطوق ونأخذوا البرسيل أو المعدنوس مجفف إذا كان عندكم فخيمة الليكم تستعملوا على حسب المتوفر عندكم يعني ملعقة كبيرة ديالت معدنوس مجفف نضيف ملعقة صغيرة سوف نأخذ اعشاب منسمة نضيف ملعقة صغيرة ممتلئة نضيف ملعقة زيتون نضيف ملعقة صغيرة نقوم بزيتون نضيف ملعقة الصغيرة نضيف نكون العزاء تضيف الطريقة للابلي باينين ونفرزين كيف ترينون مكونات طيبة ولاسوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا أشتركوا في القناة سوقيا اتريد كثير من اللعبة نتمنى انكم تجربوها تحتاجوا الماطيش وبصلة واحدة مقطعين بها الطريقة و شوية زيتون و توم مجفف و شوية الملحة و تدخلوه من الفرن و هنا يا حبيباتي تشولينا ديك البصلة و ماطيشة نخرجوها من الفرن و تكون على هذه الطريقة و نأخذ اي ميكسور نوضع فيها و نضيف فيها مع العقبار و نصف ملعقة سغيرة من الحامض او ملعقة سغيرة من هريسة او الكيتشوب حار و نميكسي و شوية نضيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو الطبق النهائي عندما نخرج الغوتي من الفران يتحمرنا بهذه الطريقة و الأبلة يأتي لهذا الشكل يأتي راوعة نتمنى أنكم تجربوه و الغوتي يأتي الكثير فهذه الأكلة متوازنة وصحية نتمنى أنكم تجربوه و تنال إعجاب لكم و هذا السوس موطر لم أحضرناه معكم إذا أردت طريقة تحضر يمكنكم تخليوه في كومنتر و نقول لكم بصحة و راحة و إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة